داعيات حوادث مخيم عين الحلو الأخيرة ما زالت تتفاعل خصوصا لجهة الحديث عن دور لجهات إقليمية في إشعال فتيل الاشتباكات في الساعات القليلة الماضية عقد اجتماع بين حركة فتح وممثلين عن حزب الله أكدوا فيه أن لا علاقة لهم بما حصل فيما أبدت حركة فتح انزعاجا من أداء وسائل الإعلام التابعة للحزب التي لعبت دورا سلبيا خلال المعارك الأخيرة عدو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد أكد في حديث خاص الام تي في وقوف جهات إقليمية وراء الحوادث الأخيرة نعم أولا جرت محاولات لتفجير لقاء العالمين قبل أن يحدث والآن بدأنا نشعر بنزعاج نفس هذه القوى من بوادر ما يتم من اتصالات في لبنان من أجل تثبيت التهدئة ومنع الانفجار ولد السؤال عن إمكانية اندلاع معارك جديدة قال الأحمد إن هدف من أشعل المعارك ليس فقط المخيمات إنما الأمن اللبناني أيضا أحد أهداف الذين فجروا ليس فقط وضع المخيم وإنما في المحيط اللبناني والدليل المادي هو كيف كانت تطلق النيران والقذائف على مواقع للجيش اللبناني حول أين الحلوة وعلى مدينة صيدة وعمارات كثيرة تضررت ومنازل وهجرت عائلات من بيوتها صيدوية كما هجر الفلسطينيين حلقات متصلة مع بعضها البعض الأحمد أكد أن الجانب الفلسطيني جاهز لتسليم السلاح للدولة كما أعلن الرئيس الفلسطيني منذ عام 2013 إذا كنتم ترابون باستلام أمن المخيمات نحن نرحب بذلك وما زلنا نرحب إلى اليوم ولكن أنا أعتقد الأمور ليست مجزة عن بعضها البعض وهناك أسباب تتطلب استمرارنا في حمل السلاح وتولي حفظ الأمن وكان اجتماع عقد في الصراع الحكومي جمع بين الأحمد ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور قادة الأجهزة الأمنية وأكدت مصادر أن الخلاف الحاصل سابقا بين السفارة الفلسطينية ولجنة الحوار الفلسطيني اللبناني انتهى والتنسيق مع الدولة اللبنانية متواصل ترجمة نانسي قنقر